العدو من أمامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله إلا الصبر والصدق هكذا خاطب طارق بن زياد الجنود دياله في أول لحظة بشحطات سفن ديالهم على ساحل الشاطئ ديال الأندلس أهلا بكم في قصة طارق بن زياد تاريخ بن زياد من مواليد 50 هجرية 50 أو 50 هجرية الموافق 670 ميلادية 677 ميلادية أو 677 ميلادية تاريخ الميلاد ليس مضبوط كذلك النسب العربي والأمازيغي غير مضبوط كذلك هناك من يقول أنه عربي هناك من يقول أنه أمازيغي هناك من يقول أنه فارسي من همدان فمثلا ابن خلكان والزركالي والنابلسي ومؤرخ الإطاري العظيم باولو جوفيو هذو كلهم أجمعون على أن طارق بن زياد عربي مصادر أخرى مثل ابن عدالي المراكوشي تأكد أن طارق بن زياد أمازيغي الجغرافي العظيم أبو عبد الله محمد الإدريسي وهو جغرافي مغربي ووضع أول وأهم خارطة دي العالم تقول أنه أصول ديوله أمازيغية ولكن ما كناش طارق بن زياد فهو عنده هو طارق بن عبد الله زناتي من قبيلة زناتا لكنه تقول أنه أمازيغي ابن خلدون ما أعطاش المسألة حتى شي قيمة لا ابن خلدون ولا الإمام الطبري ما أعطاش لموضع قيمة لكن الراجح أن طارق بن زياد أمازيغي وعلى الأقل من جهة الأم الأب عربي والأم أمازيغية وهنا سوف نشرح عنه طارق بن زياد كانت تحدث عنه خصوصا الصحبة التي كانت عنده مع موسى بن نصير وكانت تكلم عن الطفولة أنه كان يحب القيادة منذ الصغار وكان يلعب واحد للعب مع الأطفال وكانت تراضي في اللعبات البوليسي والشفار وكان دائما يحب يلعب بالدور البوليسي والكبر وكانت يحب القيادة وطارق بن زياد الذي كان عفوه رامشي الفضل الأول والأخير هو فتح الأندلس هو شارك فتح ليبيا وفتح تونس لأنه كان دائما تحت الإمرأة من موسى بن نصير وإفريقيا كلها بعد سوف يصبح جنرال رتبة طارق بن زياد هو الجنرال في العسكر وممكن أن نعتبره موسى بن نصير الماريشال اللي هم كلهم تحت القيادة دي الملك الأموي عبد الملك ابن مروان علشانا قلت قفي لابي أنه المرجح أن الأب دياله عربي والأم دياله الأمازيغية لأنه من المستبعد والغريب جدا أن هذا الجيش المشرقي الأموي الشامي الدمشقي واليمني والقيسي غيجي وغيعت القيادة الأمازيغية ويحطيه رتبة جنرال ويحطيه العرب لزوم المشريق والذي منهم أمويين وشاميين ويعتزون كيف تخرب الأصولهم العربية مسألة غريبة أن يأتي وهذا الإنسان أمازيغي يدخل الإسلام ويعطيه القيادة ويحطيه الجيش العربي المشرقي مسألة غريبة ومستبعدة والأمويين لم يكنوا معرفين بهذه المرونة لا يمكن أن يأتي في ضرف قياسي يسلمك ما زال لو تغيير الأجيال وتختلط الأعراق نعم لكن بهذه السرعة يدخلوا إلى شمال إفريقيا ويحطيه الجنرال ويطرأس الجيش العربي ويحطيه الشرف أنه يفتح الأندلس لا أظن إلا إذا كانت الأم أمازيغية والأب عربي فكما يقول طاريخ بن الزياد شارك في الفتح ليبيا في الفتح تونس وكان في القيروان وشهد على مدينة القيروان ومسجد التي تبنات الماء ومن بعد تزهو غربا إلى مدينة طنجة فطاريخ بن الزياد هو الذي يفتح مدينة طنجة هو الذي دعا أمازيغ مدينة طنجة إلى الإسلام ودخلوا الإسلام فهذا هو التاريخ للفتح يعني الإنسان عنده سابقة في العمليات العسكرية وهو فتح شمال إفريقيا ومدينة سبتا كانت يحكمها وحدة القائد اسمه جوليان وكان عنده مشكل مع ملك القوت ليفيزيغو اللي كانوا في إسبانيا كيحكموا إسبانيا والبرتغال تحت رودريك ولا رودريغو ليفيزيغو هما من نسل قبائل جرمانية وكانوا دينوماد قبائل رحل لم يكنوا مستقرين ومعرفين قبائل متوحشة وكتميل لصفك الدماء والقتل وكانوا يكرهون نظافة وكانوا يغسل يدين وكانوا يغسل يدين وكانوا يستهزئون منه هنا الملك جوليان الحاكم من سبتا هو من ناس اللي شجع المسلمين على عبور البحر وغزوا الجزيرة الإبيرية لأنه كان دائما عنده شعور بالانتقام وينتقهم من الفعل الشانيعة لدارها الملك رودريغ أنه اغتاصب بنت جوليان فكان دائما كان ينتظر الفرصة للانتقام أنه هو اللي شجع موسى بن نصير وطارق بن زياد وشجعهم على أنهم يدخلوا الأندنس وعطاهم نقاط الضعف اللي جوت وتكلمهم على العقيدة العسكرية وكيف ممكن تهزمهم طارق بن زياد وموسى بن نصير استمعوا الكلام وصفته طارق بن مالك يمشي في جولة استطلاعية في أربعات البواخر ويعني داروا غولوفي طوبوغرافيك شافوا شافوا ذاك الجبل اللي بين الشمال إفريقيا وجنوب إسبانيا اللي غيتسمى فيما بعد جبل طارق ودروا التقارير على المنطقات الجغرافية كيف يدروا ما يحسن المناطق اللي ممكن يديروا فيها تحسنات وممكن يحطوا حامية ورجعوا بهذه المعلومات عن طارق بن زياد وموسى بن نصير اللي رسلوا عبد المالك ابن مروان مكانش في البداية متحمز لكن سنة فيما بعد أرض عليهم الخبر وقعطانوا الضوء الأخضر أنهم ينطلقوا موسى بن نصير الماريشال وموسى بن نصير والجنرال طارق بن زياد كانوا واحد تنائي عظيم أنه ممتاز وكانوا يتفهموا رغم أن أحيانا كانت تكون بناتهم التنافس وكل يصبق هنا وكل يدخل هنا لكن تفقوا على تفتح الأندلوس والدخول إليه وبالفعل جهزوا كان عشر آلاف الفاتحين الجنود العرب و12 ألف من الأمازيغ بقيادة طارق بن زياد وعبروا البحر أولا استقروا في جبل اللي ستسمى من بعد الجبل طارق اللي هو الآن في الحكم الذاتي تحت السلطة البريطانية ومن بعد يدخلوا للجنوب إسبانيا لجزيرة الخضرة الخسيراس من شاول سبيا كوردوبا وطوليدو طوليدو كانت عاصمة الملق رودريك وهنا وقفة مهمة جدا الخطبة للطارق بن زياد اللي قالونا أنه قالها العدو من أمامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله إلا الصبر والصدق قالت أنه أحرق البواخر كلها باش الجنود دياله ما يفكروش في الرجوع والهروب ويتخلفوا على الزحف هذا المسألة ومعتبارا الذكاء وفتنة طارق بن زياد وأنه كان قائد موهوب وكان استراتيجي يستحيل أن طارق بن زياد يقوم بهذا العمل أنه يحرق البواخر ومن يكتحرق البواخر ركتحرق خط العودة يعني هذا القائد العسكري دائما يدخل الخطة ألف الخطة أباء يعني بلون A بلون B لا يمكن تحرق بلون C لا يمكن تخضيع لها وخصوصا نعرف أن الرجوع جزء من الاستراتيجية الحربية سواء كان هناك هزيمة أو انتصار دائما يجب أن تأمن خط العودة يجب أن يكون دائما آمن لأنه لا يعرف ما يتسناك لا يعرف ما المفاجآت التي ستكون لديك فلا يمكن لها لا يقبل عقل ولا يمكن قائد عسكري في التاريخ سيحرق خط العودة ونعطيكم مثال واحد على الأهمية الخط العودة أن الشاغلوماني في المعركة بارات الشهداء منذ أن نراجع في حالته المؤخرة للجيش تقتلات ودبحات لأن الشاغلوماني لا أمن المؤخرة للجيش لكي نراجع في حالته العودة إلى القواعد يجب أن يكون دائما بأسلوب آمن وعلى أساس أن الجيش لا يتعرض للعدوان إلى دارها طارق بن الزياد ففي أحسن الأحوال هو مختل عقليا لكن يستحيل أن يكون طارق بن الزياد كان مختل عقليا بالدكاء بالإنجازات مستحيل انتصار مع الغباء الحق السفون فهذا حبان لا يجتمعان هذه أسطورة وهم وعمرها لم يحصل أبدا وقبل من هذا سأتلقى في واحد بلصاص منها قواذاليت والمعركة التي سنهازم فيها الملك رودريق هي معركة قواذاليت معروفة في التاريخ البطايا قواذاليت حدا واحد الواد وكيف حققوهما النصر أن طارق بن الزياد كانت عنده العقيدة العسكرية أنه إطالة الأمد والنفس الطويل في المعارك وفي الحروب لم يهتم أنه يدير خطة من أجل استعجال النصر واستعجال هزيمة الخصم والعدو بل كانت الخطة هي استنزف القوة ويقدع لدك النفس لأنه يشغل بنفس طويل وهاكوكا كان دائما طارق بن الزياد يهزم الخصوم والأعداء في المعارك وكانت هذيك هي العقيدة العسكرية دائما 8 يام حتى قال الناس ظننا أنه الفناء والموت كان مكترت أن السيد الدم بارد و8 يام استمرت ولكن 22 ألف الجنود العرب والأمازيغ المسلمين قدوا على جنود رودريغو لديهم 100 ألف بسبب الخطة النفس طويل وأن الفتح للأندلس لم يأخذ كثير من 7 سنوات من سبيا كوردوبا طوليدو طوليدو كانت عاصمة الحكم القوط قدوا عليهم ونريد نشيل مسألة مهمة أن المسيحيين في الجزيرة الإيبرية رحبوا من جيوش المسلمة لماذا؟ لأن خلصهم من الإدطهاد والعنف والجبر في ليفيزيغو القوط فالمسيحيين في الجزيرة الإيبرية استقبلوا الفاتحين استقبال الأبطال وهذا ليس غريبة في التاريخ عند سوابق في التاريخ أن شعوب استقبلت الفاتح والغاز استقبال الأبطال مثلا سأعطي لكي نرجع الموضوع أن الجيوش المسلمة التي دخلت مصر مع عمر بن العاص الأقبار المسيحيين المصريين استقبلوهم استقبال الأبطال لماذا؟ لأن خلصهم من الظلم والإضطهاد الروماني نرجع للموضوع فهذا كان شيء في الجزيرة الإيبرية المسيحيين فرحوا بالدخول المسلمين لأن نخلصهم من الطغيان والجبروت الفيزيغو الأندلوس بعد ذلك سوف تشهد ازدهار جميع المجالات الموسيقى الفن التكنولوجيا الطب الجراحة سمي جميع العلم الشعر مع بن حزم مع عباس الفرناس العمارة الأندلوسية الجميلة الحديقة الأندلوسية من أجمل الحضائق في العالم التكنولوجيا حيرة الناس النفورة التي كانت في غرناطا المهندسين أمريكيين ويابانيين في 2005 يدرسوها وخسروها فحتى إلى حدود 2005 كانوا مزال نفورات الأسود التي كانت مجالة شغالة بطريقة أوتونوم ولم يفهمون كيف كهرباء ولم يفهمون كيف تعمل فحكم المسلمين في الأندلوس تمر 8 القرون كان كله عطاء في جميع المجالات نهايات الأندلوس لم تكن مثل البدايات البدايات كانت بداية الرجال البداية التي بدأها موسى بن نصير وطارق بن زياد كان فتح الرجال لكن الملوك الأندلوس لم يحافظ عليه حفاظ الرجال وهكذا خطوات الفرح رفقتها كذلك خطوات الحزن أن قائد أن قائد شمال إفريقيا موسى بن نصير من رجع لشمال إفريقيا ولك يشعر بالحسد وبالغيرة عن الإنجازات دل طارق بن زياد كانت يجي الأخبار دل الانتصارات دل طارق بن زياد فتح المدينة كذا فتح المدينة الفلانية هنا ولك يشعر بالغيرة أنه ما قبلش أن طارق بن زياد ولا عنده هذا الزخم هذا والشعبية كبرت بزاف ولا أشهر منه رغم أن موسى بن نصير ممكن نعتبره الماريشال والتحت منه العامل والجنرال طارق بن زياد وكيئتامر بالأوامر لكن الإنسان دائما تتبقى فيها الغيرة وحيانا الغيرة تتحول الحقد والحسد بدل أن تكون غبطة هنا في النهاية طارق بن زياد ركي خدم الدولة الإسلامية لكن موسى بن نصير ولات الغيرة تتحرك القلب وحسد ويشوف أنه كان المفروض أن يكون لديه الشهرة ويتمتع بالشعبية الكبيرة من طارق بن زياد خصوصا أنه عندما يدخل بجوج أندلس وموسى بن نصير يرجع على أساس أنه يعتغل الأوامر ويتلقى التقارير هذا الأمر لا يريد أن يراد عليه وكبرت الغيرة في النفس ويسمع أن قوات طارق بن زياد على الفوق وعلى الحدود مع فرنسا وكانت تدخل الفرنسا في ذلك وقت هنا موسى بن نصير أعطاه الأمر الأول أنه يحبس لأن الغيرة لا تستطيع تحمل إنجازات ونجاحات طارق بن زياد في أندلس طارق بن زياد لم يهتم لأنه ربما هذا هو خايف علي وخايف أن سقط كمين وخايف أن أقتل فطارق بن زياد أكمل طريق شمالا من بعد جه الأمر الثاني من موسى بن نصير والأمر كان جاد وكان أوامر تقريبين كان فيها التهديد وهذا الأوامر الخرال كان فيها التهديد وصلات طارق بن زياد هو على حدود فرنسا جبال بيريني هناك سيتزم بالأوامر الصارمة وفي لغة التهديد موسى بن نصير ويرجع في حاله موسى بن نصير من رجع عنده طارق بن زياد الشم في شمال إفريقيا وإنبو وجلده أمام الجنود كلهم وهذه كانت إهانة لطارق بن زياد لم تتحملها وبعد هذا الجلد جلده موسى بن نصير أمام القيادات وامام الكولونيل وقيادات الجيش الإسلامي هنا طارق بن زياد لم يكن نعرف ما هو المصير وهنا مؤرخين يقولون أنه بموازات تنكيل والإهانة التي درها موسى بن نصير لطارق بن زياد فنرسل رسالة لقيادة المركزية عند الملك عبد الملك بن مروان وقال له أن هذا رغم لا يستمع الأوامر ولا يخال في الأوامر فالملك في دمشق استدعى طارق بن زياد وخلع عنده تمامات إما محبوس أو مات في جهة دمشق هذه نظرية المهم هناك نظريتين إما مات في شمال إفريقيا أو مات في دمشق لكن نهايات كانت نهايات مهينة بزاف ونظر لم يكن أعرفه ونستمع ليه رغم أنه فاتح الأندلس لكن هذه نهايات موسى موسى بن نصير لقى نفس المصير في طارق بن زياد أن الملك الأموي أصبحت تأسيه تقارير أن موسى بن نصير أولا إنسان غني أنه يتعيش في قصر وعنده الخدم والحشم وعنده الأموال طائلة طبعا هذه وشيات وخيانات هذه التقارير التي كانت توصل للملك الأموي مرداش عليها وإججاة الغضب في نفسه استدعى موسى بن نصير وضعه في الحفز هناك مؤرخي يقولون أن موسى بن نصير قاد في السجن في دمشق بخامس جون حتى الموت فهو لقى نفس المصير من طارق بن زياد هذه هي كانت نهاية فاتح الأندلس أنه كان ضحية الغيرة من موسى بن نصير كان ضحية النجاح وإنجازات العظيمة فهو في الحقيقة منذ البداوة كانت تعرف الاستبداد والإتطهاد والظلم فهو ظلمة فكانت نهاية حزينة أن فاتح الأندلس وفاتح شمال إفريقيا ينتهي بهذه النهاية ينتهي أسير أو سجين أو فار نشكركم على المتابعة كان معكم عبداللطيف إلى الفيديو القادم من فيديوهات دار الخبر شكرا اشتركوا في القناة